هذا بناءً على الفهم أنه لا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته يعني كسر، حطم، دمر الأعمدة، اهدم القباب إلى غير ذلك الطرف الآخر يقول لهم هذا احتمال هناك احتمال آخر هم يرونه هو الأصح وهو أن التسوية في الشيء هي عبارة عن إزالة النتوءات والارتفاعات والانخفاضات تقول هاي أرض متعرجة سويها يعني شنو؟ خليها على مستوى واحد متساوية الأجزاء حديدة معوجة سويها وخليها مستوية مستقيمة كانت بعض القبور في تلك الفترة مسنمة كأسنمة الإبل هكذا على فرض صدور هذا الحديث وصحته لأنه أكو كلام فيه يراد تسوية هذه يعني جعلها مسطحة مستقيمة مستوية مو هالشكل هذا هو الأقرب لأنه لو أراد أن يقول ذاك فلازم يقول ولا تدع قبرا مشرفا عليه بناء إلا ساويته بالأرض التسوية بالأرض يعني هدم وتدمير أما التسوية المجردة أنت لو تقول إلى أي واحد سوي هذا الشيء يعني جعله مستويا فهذا هو المعنى الأظهر إذا ما هو الأظهر لا أقل هذا محتمل هذا محتمل وهذا محتمل فإذا كان كل المعنيين محتملين أنت تروح وتهدم هذا التراث الحضاري وتزيل هذه الأماكن التي يذكر فيها اسم الله ويعظم فيها أولياء الله على أثر حديث فيه إشكال سندي وفيه إشكال دلالي أنت تهدم كل هذا هل هذا من التورع لو من التقوى أكو مدرسة عريضة وهي المدرسة الأكبر في المسلمين أكثر أتباع مدرسة الخلفاء لا يجيزون هدم هذه المقابر والأضرحة والمشاهد حتى لو فرض أن فيها بعض الممارسات غير الصحيحة تعال ارشد الناس أن هذه الممارسة ليست صحيحة لأنه تهدم لو فرض ما في مسجد من المساجد إنسانه يصلي خلاف القبلة تجي تهدم المسجد لو أن شخصا جاء على سبيل المثال وصل خطأا لو أنه لا أشرك بالله في هذا المسجد أشرك بالله قال أنه أصلي لإلهي الخير والشر تجي تهدم المسجد لو تجي تنهى هذا الإنسان وترشده أنت تجي تهدم إلك هالمقابر هالمشاهد هالأضرحة اللي هي صارت مألف للناس بدل ما صارت ما صار مألف الناس في كثير من الأماكن المراقص وأماكن الفساد وأماكن الله تذيك معلك منها تجي إلى ضريح لا يتلى فيه إلا آيات الله ولا يذكر فيه إلا اسمه ولا يصلى إلا له ولا يدعى إلا هو وتهدم هذه الأماكن علشان حديث أيضا ملتبس من كل الجهات ترجمة نانسي قنقر